غير مسموح لهم بممارسة شعائر دينهم بل غير مسموح لهم كذلك بتربية أبنائهم وفق معتقدهم الديني حياة أشبه بالجحيم يواجهها مسلمون إيغور في إقليم تركستان الشرقية الذي تحتله الصين منذ عشرات السنين مأساة إنسانية تفوق الوصفة يعيشها المسلمون هناك تحت حكم صيني قاس يستهدف هويتهما الدينية حيث يحتجز مئات الآلاف من المسلمين الإيغور قسرا في معسكرات يتعرضون فيها للتعذيب والاضطهاد والمنع من الصلاة والصيام وفصل العائلات وإجبار الأطفال على الانفصال عن أسرهم لتحويلهم إلى مؤيدين للأيديولوجيا الصينية بحسب ما تؤكده تقارير حقوقية عديدة وبحسب ناشطين تركستانيين فإن تركستان الشرقية غنية بمواردها الطبيعية من الغاز والبترول والفحم كما أن موقعها الجغرافي جعل منها مطمعا للصين منذ مئات السنين وعلى الرغم من التقارير التي تؤكد وجود انتهاكات لا إنسانية تمارسها السلطات الصينية ضد مسلمي الإيغور في تركستان الشرقية فإن الموقف الدولي يظل أضعف من المأمول في هذا الصدد نهيك عن ضعف مواقف الدول العربية والإسلامية إزاء ما يجري للمسلمين هناك هذا الضعف الذي يعزوه محللون إلى اعتماد الكثير من الدول العربية والإسلامية على العلاقات الاقتصادية مع الصين مما يجعلها تتردد في انتقاد سياساتها ولو كان ذلك على حساب المسلمين هناك لكن العلاقات الاقتصادية مع الصين ربما تمثل أداة للضغط على حكومة بكين لوقف الانتهاكات وتحقيق العدالة لمسلم الإيغور بحسب ما يراه المحللون الذين يؤكدون ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية وضرورة السعي لتشكيل جبهة دعم دولية فاعلة لنصرة قضية تركستان الشرقية ومسلميها المضطهدين عرقيا ودينيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر